السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزائي الطلاب مع درس بعنوان العلم بالغلبة كنا قد تحدثنا عن أنواع المعارف وتحدثنا عن العلم ولكن هناك أنواع من الأعلام تنطبق على أكثر من شخص ولكن خصصة وغلب فيها شخص على بقية قرنائه الذين ينطبق عليهم هذا العلم أو هذا الاسم فأسماء النحاة العلم بالغلبة وهو ما كان علما بسبب غلبة استعمال اللفظ في فرض من مدلولاته الشهيرة يعني العلم أو اللفظ أصبح علما يخص شخصا بعينه اشتهر به عن كل من اشتهر بهذا الاسم أو عن كل من سمي بهذا الاسم وهو نوعان إما أن يكون مضافا وإما أن يكون محلا بأل نبدأ بالنوع الأول وهو العلم بالغلبة المضاف مثل ابن عباس رضي الله عنهما فهو في الأصل لكل فرد من أفراد أبناء العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطالب وهو معرفة بالإضافة ابن عباس عندما نقول ابن عباس غلب على واحد منهم فقط يحضر في ذهننا عبد الله دون بقية إخوانه من أبناء العباس فلا يفهم عندما تقول ابن عباس تقول لك ده هو عبد الله ابن عباس صار تعريفا بالعالمية الغالبة يسمى علم بالغلبة وزال التعريف السابق بوسط الإضافة بوسطة الإضافة فأصبحت وسيلة التعريف فيه هو العلم بالغلبة لأنه غلب أن نطلق هذا الاسم على من العبد الله من دون ابن العباس رضي الله عنهما ولم يعد التعريف فيه بالإضافة واضحا الواضح فيه العلم بالغلبية العلم بالغلبة العلم بالغلبة أي غلب عبد الله بقية إخوانه في من أطلق عليه هذا الاسم كذلك مثله ابن عمر عندما نقول ابن عمر عمر رضي الله عنه عمر بن خطاب عنده كثير من الأبناء ولكن عندما نقول ابن عمر يحضر في ذيهن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فخص الاسم هنا بالغلبة وبالاشتهار على من على عبد الله ابن عمر دون أبنائه دون حفظ دون غيره من أبناء من من أبناء عمر كذلك ابن مسعود رضي الله عنه فعندما نقول ابن مصعود نقول عبد الله يحضر في ذهننا عبد الله دون غيره من إخوانه كذلك ابن مالك يحضر في ذهننا محمد بن عبد الله بن مالك صاحب الألفية دون غيره من إخوانه من أبناء مالك هذا يسمى علم بالغلبة يعني غلب هذا الشخص غيره من إخوانه في هذا العلم النوع الثاني من أنواع العلم بالغلبة هو أن يكون بعد أن كان مضافا هنا أن يكون محلى بأل مثل كلمة المدينة عندما نقول زرط المدينة يحضر في ذهننا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فكلمة المدينة في الأصل هي اسم لكل مدينة من مدن الأرض وهو معرف بالعهدية الآن لكن غلب استعماله على المدينة على المدينة النبوية دون غيره حتى أنه إذا أطلق اللفظ حتى أنه إذا أطلق اللفظ لا يفهم منه غير مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وصار تعريفه بالعالمية الغالبة وصار عنه التعريف وزال عنه معذرة وزال عنه التعريف السابق بالأل العهدية وصارت الزائدة هنا وليست تعريفية وتسمى أل هنا للغلبة وليست نقول المدينة يحضر في ذهننا مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعندنا العلم بالغلبة نوعان إما أن يكون مضافا وإما أن يكون محلى بأل كما ذكرنا وبذلك نكون انتهينا من الأقسام المعارف التي أردنا أن نتحدث عنها في هذه المحاضرات تبقى معنا نوعان وهو المعرف بالإضافة والمعرف بالنداء وهذا ما نفرد له حديثا في موضع آخر إن شاء الله تعالى ونتمنى أن نكون قد أفدناكم من هذه المحاضرات قدر المستطاع ولا تنسون من دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر